السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الكوردون بلو. هيكون معنا صدور فراخ مخلية. ومقطع عريضة شوية لو عايزة القطع كبيرة. ومعنا جبنا منتسرلة. جبنا شدر. شرايح تركي مدخن. وبلحة وفلفل. توابل وبهارات المفضلة عندك. وللقلي. هنحضر بطين. وبقص مود. والعمل السوس. هيبقى فيه مسترد ومايونيز وباربيكي وصوص. اول حاجة هنعملها. فريدي كيس او ستريتش راب. عليه قطعة البنية. بعد كده انا حطيت الملح والفلفل على البهارات. وقلبتون كويس بخلة. ورشيت حاجة بسيطة قوي على قطعة الدجاج. رجعت اغطيتها تاني بالكيس. وهضرب بالمطرقة بتاعة الاكل. حاجة بسيطة. مش قوي. بعد كده هبتدي اوزع الجبنة الشدر الاول. بعد كده هحط شريحة التوركي المدخن. وبحط حاجة بسيطة قوي من الجبنة المتزرلة. بحيث ان هي تضبط لي رول الدجاج كويس. وتكون مسكة نفسها. ما تفكش مني. بعد كده كل القطعة المتاحة اعملها بنفس الطريقة. بس اخلي بالك. وانت بتضربي على شريحة الدجاج بالمطرقة. بيكون حاجة خفيفة قوي. مش زي ما بتعمل الاسكالوب. حاجة كمان عايز اقول لك عليها اه ان انا بحب افصل ما بين اللحوم بالجبن. يعني محطش التوركي المدخن على البني. لأ افصل ما بينهم بالشدر. بعد ما نخلص كل القطعة. بحطوهم شوية في الفريزر. لحد ما يمسكوا في بعضهم كويس قوي. علشان ما تفكش من النق. لحد ما نحضر لخطوة الالي. هنجيب البيض. ونحط عليه ملح وفلفل. بعد كده نضربهم كويس بالهندة بلندر. بعد ما سبنا الكوردون بلو شوية في الفريزر يجمد حاجة بسيطة. هنعمل ايه? هنحط على البقسمات شوية بابريكا. هيعمل رحة حلوة قوي. ولو عايزها سبايسي هتحتي كمان معلقة شطة. دلوقتي انا هغطي الكوردون بلو بالبيض. وبعدين اشيله احطه في البقسمات عشان يبقى جاهز لخطوة الالي. بعد ما خلصنا تقطيت الكوردون بلو كله والبقسمات هنسخن الزيت جامد قوي على نار. ونحط حتة بسيطة جدا من الزبدة على الزيت. جربوها تدي رحة حلوة. تعم جميل قوي للكوردون بلو. بعد ما زيت خن. هسقط الكوردون بلو. نسيت اقول لك. يا ريت الزيت يبقى غزير شوية. عشان يغطي نص الرول على الاقل. عشان ما تضطريش تقلبي في كل جنب الواحد. يعني ايه. اه ما نضطرش نقلب على كل الاجناب. هنقلب على الجنبين بس. اللي فوق واللي تحت. ده هيسهل علينا قوي. وكمان عشان الرول ما يفكش. واحنا بنقليه. في كل مرة هتحط الكوردون بلو عز زيت. هتخلي بالك في الاول خالص. هتعلن نار حاجة بسيطة. بعد كده هتوطيها عشان تستوي من جوه. وفي نفس الوقت مش هتسبيها كتير علشان الجبنة اللي جوه برضو ما تسحش منك. اتبوز الدنيا لو ساحت زيادة عن اللزوم. وانتي بتقلبي خلي بالك من حاجة كمان. حاولي تقلبي في نفس الاتجاه اللي اللفتي بالرول. ده هيخليه متماسك اكتر وعلشان المكونات اللي جوه ما تقعشه في الزيت. لون الكوردون بلو لازم يبقى دهبي. تمام يعني ما يبقاش محمرة اوي. خلي بالك برضو من حاجة زي كده. القطع الخامسة انا غيرت الزيت طبعا القديم. عشان تفضل محافظة على اللون الكوردوني بتاعها. لان الزيت ده يعتبر محروق اي تلاها محمرة زيادة عن اللزوم. بعد ما خلصنا عملية القلي. حنبتدي نحضر في الصوص. هتحطي حبة ماسترد على طبق المايونيز. كمان ممكن تحطي كتشب على مايونيز. جنبهم طبعا صوص الباربكيو. كده طبق بتاعنا جهز على الصفرة. تعالوا كده نجرب نقطع واحدة. نشوفها عاملة ازاي. شايفين من جوا الطبقات شكلها تحفة. الشدر والرومي المدخن من اكتر الحاجات اللي بفضلها الوصفة دي. بس ان شاء الله قريب هعمل تاني الكوردون بلو بمكونات مختلفة. بالنسبة الوصفة دي جربيها هتلاقي طعمها شهي قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكو وبالانا والشافة.